اشتركوا في القناة الكرمى شهادة ونور بتنور طول اليوم بيتزيع بشرة وسرور وفي قطرة كل هموم الكرمى الكرمى ومدام احنا الأخذار سكتين في الكرمى يسوع بيشهادة لكل الناس في النور للجموع الكرمى الكرمى يلا بعضي ماوية نتشارك المسئولية ننخلي رسالك القلب وصل كل البشرية مرحبا وأهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنمشكن الكرمى مباشر مباشرة على قنوات الكرمى أهلا فيكن اليوم بنا نحكي عن مبدأ الزرع والحصاد الزرع والحصاد هو أنون راسخ بالطبيعة وبالحياة البشرية وتجاهل هالأنون ما بيغير من حياته بل بيودي لكارثة حتمية مثل ما بيودي تجاهل الأنون الجاذبية مثلا للسقوط والموت يعني ما فيني اجاهل الأنون الجاذبية وارمي نفسي عن ارتفاع واتوقع نطير ونفس الشي ما فينا نجاهل الأنون الزرع والحصاد بيكتب الرسول بولوس بغلاطي ستة العدد سبعة وبيحذر من الضلال الناجم عن الجهل بأوانين الله بمبدأ الزرع والحصاد بأكد بولوس أنه الإنسان ما فيه يجاهل الأوانين ويمشي بدون حساب فمثل ما منزرع البذار بالتربة بيجي أوان الحصاد فلابد من حصاد ما زرعنا من نوايا وقرارات وأفعال مهما طال الأوان فهو مبدأ حتمي ما في مفر منه لا تضله الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا أنا حرة باختيار أفعاله بس مش حرة باختيار النتائج والكتاب المؤدس مليء بتطبيقات هذا الأنون على الأفراد والشعوب ورح نذكر أمثلة من الكتاب عن أفراد وشعوب زرعوا فساد وخطيئة وحصدوا النتائج وأيضا غيرهم يلي زرعوا أرارات وأعمال جيدة فحصدوا البركات والثمار الكثيرة اليوم بنا نحكي مفصلة عن الموضوع مع خادم متميز ممسوح ومبارك يشرفني الصديف في الستوديو الأخ ناجي كامل أهلا وسهلا فيك شرفني اليوم أهلا بك يا أختي مريل زي نشكر رب أنا منيحة زيك أنت أشكر رب بخير شكرا على وقتك اليوم وعلى تلبية الدعوة أنك تكون موجود معنا بصلي أنه رب يعطينا حلقة مميزة وتكون مفيدة لألنا وأيضا للمستمعين والمشاهدين ونتعلم أهمية أنه اللي منزرعه منحصده أيضا أمين في اسم يسوع ومصدق أن ربنا يدينا تعليم يكون سبب بركة في حياتنا الروحية ويكون بيقومنا ويعلمنا أمين أمين باسم يسوع يعني مبدأ أو أنون الزرع والحساد بدأ يعني من التكوين من أول صحب التكوين وقتا بيقول الله وأمر الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا مبزرا وشجرا مثمرا فيه بجره الذي ينتج ثمرا كجنسية في الأرض وهكذا كان يعني منشوفه حتى الكتاب مليان بآيات عن هذا الأنون وهذا المبدأ خلينا نبتد بالأول شو هو أنون الزرع والحساد ما هو الزرع والحساد هو قانون إلهي يعني اللي سنه وشرعه وحطه الله نفسه من البداية يعني بعد ما الطفان حصل والله بدأ بداية جديدة تعتبر من نوح بعد السقوط طبعا آدم والقليقة جاء الطفان وبدأ الله بيعتبر من نوح بداية جديدة ومن سام وحام ويافس زي ما كلنا عارفين بدأت كل الشعوب جات نعم من يجي من أول بعد الطفان على طول يجي في أصحاح تمانية الله يحط قوانين معينة مش بس للزرع والحساد لكن ده واحد كان من ضمن يعني أربع سنائيات في غاية الأهمية في سفر التكوين أصحاح تمانية والآية اتنين وعشرين يقول الكلام دوت الرب مدة كل أيام الأرض ودي مهمة أوي أن مدة كل أيام الأرض يعني الكلام ده سيكون موجود في فترة وجود طول ما الأرض موجودة البشرية الحاجات دي ما هتبقى موجودة إيه هي أول حاجة زرع وحصاد تاني حاجة برد وحر ثالث حاجة صيف وشتاء رابع سنائية نهار وليل ومهمة أو الكلمة الأخيرة اللي ختم بيها قال لا تزال يعني ستظل مستمرة يعني هيفضل الزرع وحصاد موجود البرد والحر والصيف والشتاء الحاجات دي هتفضل موجودة من أول سفر التكوين من بعد الطفان مباشرة فده حاجة واضحة جدا حطها الله يعني ثمان حاجات فأربع سنائيات كان أول سنائية هي زرع وحصاد نعم وقال إنها دي مدة كل أيام الأرض الحاجة الأخيرة قال أنها لا تزال نعم فده من أقدم القوانين نعم اللي حطها الله زي ما حضرتك قلت في البداية مثلا قانون الجاذبية الأرضية يعني شخص حتى لو لا يؤمن يعني لم يؤمن بوجود الله هو ميصدق في حاجة اسمها القانون الجاذبية عارف أنه هو لو ساب الحاجة دي في الهواء كده هتقع تحت يعني نعم فده قانون يعني ساري من البداية والله هو اللي حطه نعم أوكي تفضل آه فيعني ده قانون حطه الله لحفظ الأرض ولخير الإنسان بالمناسبة لأنه دايما في ناس بتبص للقانون ده وكأنه بخوف يعني أو من ناحية سلبية من ناحية سلبية لكن ده الله حطه لخير الإنسان والخير البشرية وعلى فكرة للوفرة وللقسرة يعني ده شيء جميل حطه الله أنه نحن عارفين أنه بيبقى الحصاد من نفس نوع الزرع وده على فكرة الناس بتخاف منها أو بتتدايق منها في بعض الحاجات لكن الأمانة دي حاجة مطمئنة جدا جدا أنه أنا لو زرعتي شيء معين عارف مطم من بنسبة 100% أنه أنا هحصده مش معقولة هجيب تقاوي بتاعت مثلا تفاح وأفاجأ مثلا أنه طلع لبصل يعني لو هو ما فيش أنه أنه الحصاد من نفس نوع الزرع يبقى عندي مخاوف يعني هبقى بعمل أحسن حاجة وأنا في الآخر ممكن تجي لي أسوأ حاجة هزرع تفاح ويطلع لي بصل يعني لكن داشئ مطمئن جدا 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 أنه فعلا أنا اللي بزرعه هو اللي بحصده وعلى الفكرة ده بيخليني متطمن أو بيخليني أنا أكرر هو أنا عايز إيه أنت عايز إيه اسأل السؤال بالعكس هو أنت عايز تحصد إيه يقولك مثلا عايز أحصد خير بس الموضوع بسيط قوي أزرع خير يعني فهو لما هزرع خير هحصد خير شور بنسبة مليون في المية لأنه أول حاجة في القانون دوت أنه الحصاد بيطلع من نفس نوع الزرع من نفس نوع يعني قالك يخرج يعني ثمرا كجنسي من نفس الجنس بتاعه من نفس الفصيل وعلى فكرة دي حاجة مطمئنة طبعا بس الناس للأسف بيجي عندي مثلا وهنتعرض في الحلقة الكلام ده للشر يقولك إيه ده يعني الشر بقى يعني هو أنت عايز الله يفصله لك في الخير بتطالب الله به وتبقى زعلان يعني لو حسيت أنه لسه مجاش وقت الحصاد تقول إزاي أنا زرعت حاجة كويسة أمان هي فين بقى يعني أنت بتطالب الله بالقانون بوت في حاجات وعايزه ما يتطبقش عليك في حاجات طبعا ده يعني طريق التوجه استواجية يمكن آه استواجية وطريق التوجه في التفكير غير منصفة يعني مش مش من المقبول أبدا أن أنا أكون بفكر بالطريقة دية أن أنا في نفس القانون عايزه يتطبق علي في حاجة وطالب الله به وفي حاجات تانية عايزه أنه لا ما يتطبقش مفيش حاجة ما بتقول كده هو فيه قانون بيتطبق في كل الأحوال عشان كده ده أول حاجة حاجات تانية الجميل برضو بقى في القانون دوت أن الحصان أكتر من الزرع وعلى فكرة ده لخير ولوفرة الشيء ولخير الإنسان يعني أنا دايما بقول كده أنه لو مثلا مثلا أنا زرعت حبايا وفي الآخر سأيتها واهتمت بيها وفي الآخر هي طلعت حبايا طبعا هنا فين القيمة يعني طبعا أنا ما كنتش زرعتها ما هي كنت معايا يعني أن أنا رحت وزرعت وسأيت واهتميت وراعيت عشان إيه عشان في الآخر هل أنا معقولة بزرع الحبة عشان في الآخر أحصد حبة أصدها مئات ألاف الحبوب ألاف الحبوب يعني عشان للخير وللوفرة وللقصرة وعشان تقدر تغطي حتى الاحتياج يعني لأن الاحتجاء الاحتياج مش لحبة فكم وكم بقى لما هزرع مثلا مئة حبة فأنا هحصد كتير وعلى قدر ما أزرع على قدر ما أحصد فيبقى أول حاجة قلناها أن الحصاد من نفس النوع بتاع الزرعة وده ده على فكرة شيء منصف يعني مليان بالعدل والاستقامة ما فيش أي يعني ما فيش حد يزعل منه لكن الحاجة التانية أن الحصاد أكتر وعلى فكرة شيء مبهج طبعا يعني شيء مبهج جدا 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 إن أنا هزرع حباية وفاجأ بشجرة كبيرة مليانة صمر كتير ده حاجة مبهجة جدا حبة الأمح بتاعتني السمبلة أمح بالزبط كده بزرع حباية يعني أمحاية بتطلع لي سمبلة مليانة بالأمح ده شيء بديع ويعني فعلا فيه بهجة في الصمر وفي الوفرة بتاعته ده فكرة جميلة نعم طبعا أنا ممكن أطعك عندي سؤال كيف بنا نطبق هيدا عمليا يعني أنا كيف بدي أزرع مثلا زرع بسيط وأحصد بوفرة أنا روحيا بحياتي روحية كيف بطبق هيدا الكلام لأ يعني أمثلة تطبيقية آه يعني لإيه يعني مثلا أنه أنا بزرع مثلا بزرع أعمال منيحة بزرع كلام لطيف بزرع الزيارات لمرضى بزرع اللطف صح؟ مش عم نحكي نحنا بزرع شيء بس بتلقى كمان حساد وفير يعني شو بيرجع شو بيرجع بالمقابل بيرجع 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 لحياتي بركات نعم على حياتي أنا مستمرة زائد أنه فيه شيء مهم قوي يعني مش عايزين نقل نسبة الحديث بس فيه شيء مهم قوي أنه مش بس هنا على الأرض لكن له بعد أبدي طبعا يعني وده الأسمى وده الأرقى وده الأبقى يعني البعد الأبدي هو الأبقى لكن وأنا هنا على الأرض كما في بركات يعني مجرد أني بزرع لطف وداعة محبة على فكرة بتلف الأيام ويجي وقت للحصاد لأني برضو هنقول أنه فيه وقت ما بين الزرع والحصاد نعم يعني ممكن يكون وقت كتير طويل ممكن وقت طويل يعني حتى الزرع أو الفلاحة اللي بزرع ما بيحطش البزرع النهاردة ومتوقع أنه بكرة الصبح أو آخر النهار سح هيلاقي الشجرة طلعت ومليانة لا بيبقى فيه وقت يعني ما بين الزرع والحصاد هتلف الأيام والشخص اللي زرع المحبة دي هتلاقي أنه بيحصد محبة وهتلاقي الشخص اللي زرع ودعه وكل اللي زرعه موجود محفوظ وهيحصده في وقته والجميل أن الله بيدي له الحصاد في الوقت بتاعه اللي هو محتاجه فيه يعني قد يؤجل الله حصاد ويبقى ممكن يكون الشخص زعلان بس أنا أصدق أن الله بيؤجل الحصاد لوقت الاحتياج يعني هتلاقي تلف الأيام ممكن يكون واحد عمل مع حد خير معين ويمكن نسيه أو حتى ما افتقروش خلاص تلف الأيام والشخص ده وتيقع في مأزق يمكن يشبه الشخص ده يفاجأ أنه الله ببعث له ناس ببعث له خير من نفس النوع اللي هو كان عمله بل أكتر كمان في وقته هو فعلا كان في احتياج إليه وده شيء جميل في معاملات الله مثل مبدأ ارمي خبزك على وجه المياه فأنا اكتشته بعد أيام حتما حتما سيأتي يعني حتما سيأتي لأن القصة دي مرتبطة بأمانة الله الله أمين أنا زرعة زرعة موجودة قدام الله وشافها تلف الأيام تلف السنين عايز أقول لحضرتك أنه فعلا فعلا حتما هيجي وقت للحصاد وأنها نالها ومش بس زي ما قلت هنا لمجرد هنا على الأرض لكن صدقيني كل زرع جميل أنا بزرعه وكل زرع روحي له بعد أبدي نعم يعني وده شيء عميق جدا جدا والحساد يعني بيكون هنا على الأرض وطبعا بالأبدية ممكن يكون كمان حساد روحي نحن هنا على الأرض حساد ممكن مادة صح؟ يعني ممكن الرب بكافئ بيعد الطرق يعني مش شعور آه ده أكيد طبعا حاجة التالتة أو الرابع أي أن كان يعني باللاحظ دايما أنه الزرع قد يكون مخفي صح لكن الحساد معلن معلن يعني الفلاحي اللي خد شوية حب عشان يزرعهم أي تقاوي بزر معين راح ودهم وفحد في الأرض حفر في الأرض وزرعها ودفن عليها ونستعدي رايحة جاية والكل يعدي ومحدش شايف الزرع اللي تحت إيه هي لكن الجميل أنه تلف الأيام ويجي معاد الحصاد وتلاقي أنه الحصاد بقى مش بيبقى مخفي تحت لكن الحصاد معلن نعم وده شيء ببركة عظيمة لأنه بيظهر فيه بقى هنا إكرام الرب وتعويض الرب وحصاد الرب لكل زرعة حتى لو كان قدام الناس كلها مخفية لكن إن كانت مخفية فعلا قدام الناس لكنها ظاهرة قدام الله وفي عين الله متشافة وشافها يوم الفلاح أو يوم الإنسان يعني إحنا بناخد مثل الزرع في كلمة الفلاح لكن هي بصفة عامة يوم الفلاح أخذ الزرع عدية والصمرة ورح حفر لها في الأرض وحطها وقفلة الله كان شايف العمل ده يمكن محدش شاف من الناس وهو ردم عليه ودفن عليه وروح ومحدش شاف حاجة محدش شاف حاجة آه بس الله شاف كل حاجة والله سيكافئ والله هينمي هذه الزرعة وهيقومها وهيبقى الحصاد بتاع هذا الشخص معلن قدام الكل نعم وعم نحكي هون إيجابيا وسلبيا يعني إن كان حصاد إيجابي وإن كان حصاد سلبي كله هيبان شور لأنه هو المبدأ واحد نعم يعني هو القانون واحد يعني سواء في إن كان في الشق الإيجابي بتاعه أو في الشق السلبي وأنا مش هينفع أبقى عايزه يتفصل بطريقة معينة وشكل معين في الشق الإيجابي وإنه أكون عايزه يبقى كده وعايز يبقى الحصاد أكتر وعايز يبقى معلن وعايز عند الشق السلبي إنه يكون لأ مش مش أكتر ولأ ومش معلن اللي بيزرع شوك بده يطلع حتى نبتة شوك واللي بده يزرع ثمر شيء طبيعي يعني فده شيء مهم قوي إنه إن الحصاد من نفس النوع زي ما قلنا وإنه الحصاد مخفي لكن الزرع آسف الزرع مخفي لكن الحصاد معلن الحصاد أكتر من الزرع الحصاد أكتر من الزرع على فكرة لما نفكر في الحاجات دي نلاقي إنه أعتقد إن هي متوجهة للخير طبعا يعني هي دي خير يعني مش حاجة وحشة ده بالعكس القانون الله لما حطه كان لخير الإنسان بالثمر لأنه حكي كثمر يعني مبدأ الحصاد كان بالأول بالأول بالبدايات بالخليقة كان الثمر بالظبط حتى يعني حتى الرسول بوليس الآية لحضرتك اقتبستيها في البداية لما بيقول لا تضله الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه إنسان إياه يحصد أيضا يقول لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصده فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصده حياة أم بعد كده أكد هو فلا نفشل في عمل الخير يعني راح كان بيشجعني على فعل الخير يعني بيقول لي القانون ده أنت ما تتخضش منه لا فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد وجميلة أوي زي ما قلنا كده في وقته لأنه في وقت معين إن كنا لنا كل عارف الآية البعدها يقول إيه البعدها على طول فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير يعني الأيتين اللي جايين وراء القانون بيكلموني عن بيشجعوني على فعل الخير مش بيخوفوني من الشر فعلا يعني يا مناس بتخاف من القانون دوت في حين أن القانون دوت الله مش حطه رعب قد ما هو هو أي نعم لابد أن احنا نحترمه زي قانون الجاذبية يعني كنا نحترمه ده شيء مهم بس مش مفروض بيولد فيي خوف ولا رعب بل بالعكس ده بيشجعني وبيحسني ويحردني ويزقيني ويتفعلي على فعل الخير فالمرتين يتكلم في الأيتين بعد القانون اللي حطه أن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصل أيضا المرتين يكلمني عن فعل الخير نعم يعني فلا نفشل في عمل الخير إذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير نعم وكأنه عايز يقول لي حبيبي هو أنت عايز إيه عايز خير ولا عايز شر أكيد أكيد أي إنسان عاقل على وجه الأرض هيقول له أنا عايز خير بسيطة يقول له يا ده أنا فاكرة أن الموضوع هذا صعب يقول له ببسيطة جدا أعمل إيه إزرع خير يعني وتشجع على فعل الخير وتحرض على فعل الخير ومدومت أنت تفعل خير أكيد فيهيج وقت في وقته ستحصد هذا الخير فعلا فعلا أمين طيب هل عفوا أنا قطعتك لا فضل هل القانون بينطبق بس على المؤمنين ولا على كل البشر لا ده قانون وضعي لكل البشر حتى الآية هنا بتقول ما يزرعه مش المؤمن إنسان لا ولا الشخص الروحي مثلا ما يزرعه الإنسان وعلى فجأة ده منطبق على كل حاجة وده حتى باين في زراعة الأرض نفسها الفلاح الطبيعي لأي شخص بيروح يزرع حاجة معينة هو بيحصدها وبيحصد أكتر منها نفس القوانين اللي قلناها أو المبادئ اللي قلناها اللي مرتبطة بالقانون أعتقد أن هي فعلا فعلا بتنطبق على كل البشر ده قانون وضعي زي قانون الجاذبية الأرضية ما لكوش علاقة بإن كان ده شخص مؤمن أو خاطئ بعيد عن الله أو يعرف الرب لكن ده مرتبط بالإنسان يعني ده قوانين مرتبطة بالإنسان زي الأربع سنائيات برد وحر دي على المؤمن ولا على الكل على الكل يعني صف وشتة النهار وليل دي حاجة ما لهاش علاقة برده أولهم كان زرع وحصاد ما لهاش علاقة دي خالص دي مدة كل أيام الأرض طول ما أنت عايش على الأرض بغض النظر دهوقتي أن كنت أنت مؤمن أو مش مؤمن بعيد عن الله قريب من ربنا ليك علاقة حقيقية فعلا بالرب هذا أو تلك ده أمور مرتبطة بالأرض مش مرتبطة بعلاقة مع الله فمدة كل أيام الأرض الأربع حاجات دي ما لهاش علاقة بالإيمان في الجزئية دي ده قانون الله بيسرع على الكل وده وضعه الله لحفظ الخليقة بصفة عامة بغض النظر عن الإيمان دلوقتي نعم نعم طيب حضرتك ما لقريت قبل شواء ورجعت للأي اللي بغلاطية 6-8 اللي قرينا أصلا الجزء الأول منه أنه اللي منزرعه صحيح بمعنىه السلب والإيجابة أيضا لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية شو يعني زرع الجسد وزرع الروح زرع الجسد شخص عايش كل اللي مشغول به ومهتم به أنه هو متمركز حول ذاته بيزرع لجسده يعني الجسد هنا في الكتاب بتيجي بمعنين إما الجسد اللي هو اللحم والدم ده البادي دوت نعم أو بتيجي الجسد بمعنى قال عنها بوليس اسمي تاني في رمي أصحاح 7 الخطيئة الساكنة فيها فدور تعبيرين للجسد بيترجموا عندنا هنا في فانضايك الجسد فأنا عايز أقول أنه سواء هذا أو تلك إن كان الجسد هنا بيتكلم عن الجسد اللحم والدم واحد كل إنه همه لزيته للجسد ويبتع جسده يأكل ويشرب يأكل ويشرب لأننا غدا نموت الذين يفتكرون في الأرضيات مجدوهم في خزيوهم إلههم بطنهم هو ده همه على أنه يمتع جسده يعني أعتقد أنه تكون النتيجة هنا يقول من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا وكلمة فساد دي تيجي في ترجمات كتيرة قوي ضمار ويعني لو مثلا افتكر داود زرع لمتعة الجسد وشهوة الجسد في لحظة طبعا بس فعلا فعلا حصل ضمار ضمار كان في البيت بتاعه طبعا فمن يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فمن الجسد يحصده ضمار لأنه ده مش هيقول في الآخر إلى شيء جميل لكن واحد عايش زي الرجل الغني اللي قال عنده الكتاب النغابي نعم اللي أثمرت الكورة الكورة بتاعته وكل اللي فكر فيه يعني أنه أقول لنفسي أقول لمن لنفسي حبيبي عند أثمرت كورتك دا كنتم مفروض تكون بتكلم ربنا لكن أقول لنفسي يا نفسي كلي وإشرابي وإفرع إلى أن لك خيرات كثيرة كثيرة موضوع يعني يا غبي الليلة تطلب نفسك منك والذي أعددتها لمن يكون فساد باقي بأرض الفساد بالضبط كده فهو يعني من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا لكن من يزرع للروح الروح أنا بتكلم عن الداخل الباطن هيحصد حياة أبدية وعايز أوضح كلمة حياة أبدية أن الحياة الأبدية من يزرع للروح هو شخص مولود من الله لأنه ما فيه شخص يعني مهتم بالروح وبعمل الروح حتى القدس في حياته بس هنا هنا بتكلم عن الروح الإنسانية لكن قصد أنه مهتم بالأمور الروحية الداخلة إلا أنه كنون شخص مولود من الله شخص المولود من الله ده أختي مريان عايز أوضح الحياة أبدية أنه هو نال حياة أبدية من لحظة ما أصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع هو من ضمن ما حصل حصل كذا حاجة واحدة من ضمنهم أنه نال حياة أبدية المسيح قال أعتقد في يوحنة 5 الآية 24 حق الحق أقول لكم كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني أول حاجة له حياة أبدية وأشهر آية في كل الكتاب المؤدس في يوحنة 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أنا نالت الحياة الأبدية أما الإهنة يقول يحصد حياة أبدية يعني إيه لما هو حياة الأبدية أنا بحصدها لما بزرع ولا أنا نلتهى لما أمنت لا أنا نلتهى وأخذت الحياة الأبدية عندما أصبحت خليقة جديدة في المسيح يسوع إلا أنه أنا عندما أزرع للروح أتمتع بهذه الحياة الأبدية من دلوقتي بروعتها وجمالها في الوقت الحالي مش بحصدها أنه أنا بأخذها لأ أنا نلتهى وقت الإيمان زي ما قلنا الآيات في يوحنى 3-16 ويوحنى 5-24 قلنا أن الإنسان نال حياة الأبدية في هذه اللحظة لكن التمتع بالحياة الأبدية وبالمناسبة الحياة الأبدية هي مش مدة طويلة من الحياة الناس بيعتقد أن الحياة الأبدية أننا هنكون مع المسيح إلى الأبد لا دي مش الحياة الأبدية الحياة الأبدية هي نوعية حياة المسيح هي الحياة الفضلة اللي تبتدي هنا على الأرض تبتدي هنا على الأرض ما هو قال ينال حياة أبدية فلاه حياة أبدية من دلوقتي مش لسه أخذها لما روح السماء لأن دي نوعية حياة المسيح أتمتع بيها اللي قال أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل أي الحياة الفضلة الحياة في كمالها في جمالها أقدر أتمتع بيها ده بالارتباط اخت مريان مع الإنسان لأنه يعني ورس الموت من أول آدم بكل أشكاله الموت الروحي والموت الأدبي والموت الجسدي والموت الأبدي لكن يعيش ينال الحياة أخذ الحياة ويتمتع بملء الحياة اسمع الكلمة اللي جاي عشان مهمة أوي وينشر الحياة مش قليل ينشر الحياة شو معناته هاي الإنسان بطبعه لأنه منفاصل عن الله فهو ميت روحيا فتلاقي في كل تعاملاته ينشر الموت القبح والفساد والأنانية والغيرة والأبد والقرهية ده كله موت موت أدبي والغيرة والحسد لكن كل شخص أصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع نال الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية حياة فياضة ما هيش كامنة حاجة خاملة سكنت فيه وخلاص على كده وكأنه يعني ده جرين كارد عشان لما يبقى ييجي الرب يسوع بقى يروح السمى بيها لا ايا مش كده دي حياة فياضة حياة بتنبع بتطلع فبتطلع أمور بقى مش كراهية لكن الشخص ده تلاقيه بينشر يعني ايه بينشر الحياة يعني ينشر المحبة في وسط عالم مليان بالقرهي ينشر النور في وسط عالم مليان بالظلاب ينشر الحق في وسط عالم مليان بالأكاذيب ينشر الحياة في وسط عالم الصبغة بتاعته مليان بالموت ينشر رجاء في عالم ما في رجاء بالضبط ينشر الرجاء في عالم مليان بالكآبة والحزن والفشل هو ده أنه ينشر الحياة مش بس أصبحت حاجة أنا نلتاه فرحان بيها أنا عندي أنا عندي وكأنه ما حدش شايف حاجة لا لكن ده فعلا هو نال الحياة أصبح فعلا في وضع الحياة لكنه ينشر الحياة كل ما بيتحرك في أي مكان هو ينشر الحياة عشان كده يقول من يزرع لجسدي فمن الجسد يحصده فسادا ومن يزرعه للروح فمن الروح يحصده حياة أبدية وعرفنا يعني كلمة يحصد حياة أبدية يعني زي بالزبط ببساطة شديدة الفلاح لما بيحصد هو شايف شايف مثلا هو زرع برطقان شايف البرطقان متمتع به متمتع به بيأكله متمتع به بمكسابه بربحه متمتع به فهو هنا بيحصد حياة أبدية أي متمتع بالحياة الأبدية مستمتع بها ويفيد بها على الآخرين في كل تحرقاته أينما أوجد حلو حلو رب يجعلنا فعلا ننشر الحياة مثل ما أنت قلت ونزرع نختار أنه نزرع نزرع الخير حتى نحصد الخير وننشر الحياة كأولاد حقيقين لأله أفكار حلوة كثيرة أمين يعني سوريا أطعت حديثة فعلا ده أختي مريان نفسي أوجه الكلام ده إلى كل مؤمن مولود من الله نال الحياة الأبدية عليه مهمة وهو هنا على الأرض أنه هو ينشر هذه الحياة دي مهمة شريفة مهمة راقية محترمة جدا إحنا مكلفين بيها وعلى فكرة ما فيش حد تاني مكلف بيها لأن المؤمنين بس المولودين من الله هم اللي نالوا الحياة دي وعليهم أن هم يكونوا بيحققوا نوال هذه الحياة من أن هم مش مجرد يحتفظوا بها لأنفسهم أو يفتخروا بها أننا نيرت الحياة الأبدية كويس أنك نلتها لكن الغرض من أنك نلتها أنك تنشرها والناس تشوف أمين أمين بإسمي أفكار حلوة كتير بس إجاواتنا ناخد بريك خلينا ننتقل ناخد بريك نسمع ترنيمي مع بعض وخليكن معنا تحتالي نرجع أن تبع موضوعنا مع الأخ ماجي كامل خليكن معنا أيها شهدك في التجارب وإنت بالذرق محارب أيها شفتك في التجارب وإنت بالذرق محارب كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي غالب كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي غالب أيها شفتك في انحنائي وإنت بتشكل إنائي أيها شفتك في انحنائي وإنت بتشكل إنائي كنت فكرة مش دوايا شفتك العون اللي فاجي أيها شفتك في الأمام وقت لما عدو وجام أيها شفتك في الأمام وقت لما عدو وجام كنت فكرة مش معايا وإنت ماسك الزمان كنت فكرة مش معايا وإنت ماسك الزمان أيها شفتك في الأمام وقت لما عدو وجام أيها شفتك في الأمام وقت لما عدو وجام أيها شفتك في انك صاري وإنت بتغير مصاري أيها شفتك في انك صاري وإنت بتغير مصاري كنت شاكك في العناية وإنت بترد عطباري كنت شاكك في العناية وإنت بترد عطباري ترجمة نانسي قنقر وعودة لمتابعة موضوعنا أنون الزرع والحساد مع ضيفنا الأخ ناجي كامل والسؤال اللي من بعده لألك أخ ناجي فيه أشخاص بيجوا للمسيح بعمر كبير يمكن وبيرتقبوا أخطاء قبل الإيمان بس برجعوا بيجوا للمسيح وبتوبوا وبصوروا من عائلة الله هل سيحاسبوا على الأشياء اللي زرعوها قبل الإيمان مجرد أنه طابوا؟ هل في حساد؟ هل في حساد؟ يعني مش هيحاسبوا لا سوري يمكن رح أسحب كلمة يحاسبوا هل يوجد حساد للزرع اللي زرعوه قبل الإيمان؟ أكيد كيف يعني؟ ده القانون الله لا يشمخ عليه الذي يزرعه الإنسان يعصده أيضا المشكلة هنا مفهومنا الأحادي أو يعني نظرة أحادية عن الخطيئة فكرة أن الخطيئة عبارة عن إحنا ده مفهومنا يعني أن هي عبارة عن إثم إثم فإن أنا توبت والله سامحني وغفر للخطيئة تماما بنسبة 100% وكبعد المشرك من المغرب أبعد عنا مع صينا وأن هي فعلا تساوت على أساس الدفعة تماما في دم المسيح كله دوت باعتبارها إثم ده نظرتنا للخطيئة بس وده صح؟ بس فيه منظور تاني للخطيئة أن الخطيئة مش بس إسم الخطيئة عبارة عن بزرة في نفس الوقت هي إسم وهي بزرة باعتبارها إثم لا خلاص اتغفرت تماما بنسبة مليون في المية ولن أحاسب عنها ولا دينونة عنها عشان كده حتى أنا قلت لحضرتك في الأول سلحت لكلمة محاسبة محاسبة لا مفيش حسابة عنها مفيش دينونة عليه لأنه تمنها باعتبارها إثم المسيح دفع تمنها نعم والله أمين وفي أمانته ما ينفعش يحاسب عليها مرتين نعم طالما حاسب عليها المسيح وأخذ تمنها من المسيح أشي يخذ تمنها مني وإلا تبقى عدم أمانة من الله أنه أخذ تمن الحاجة مرتين حتى الآية بتقول في رسالة يحن الرسول الأولى صاح الأول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانا ويطهرنا ويطهرنا من كل إثم باعتبارها إثم لا 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 مفيش حساب عنها ولا في أي شيء عنها ولحظة شيء مهمة أول إنه تمنها كإسم ده موت أبدي نعم أنا مش رحي أدفع الثمن كوني مخلصة تحت الدم بالزبط كده ده تمنها كإسم هو الموت الأبدي يعني أجرة القطية موت ده ما فاش فصار ما فاش إيزار نعم لكن باعتبارها بزرة نعم أنا هحصد يعني هالدوقتي أنا لو قتلت واحد مثلا يعني كمثال يعني عملت جريم وتوبت توبة حقيقية لله من أجل إن أنا عملت العاملة ديت نعم والله من أجل التوبة الحقيقية دي وجيت للرب يسوع واحتمت فيه وقلت له يا رب أنا بسلمك حياتي وأصبحت فعلا بعد ما قتلت أصبحت قليقة جديدة في المسيح وهو سمحني على كل الخطايا من دمنها القتل دي هل ده معناها إن القاضي الصبح يحكم علي يقول لي براء عشان تسلمت حياتك طبعا لا هتقول لي تم مالفين الغفران لا الغفران باعتبارها اسم مرتبط بالعقاب وبالدينونة الأبدية ده تسوى تماما في الصليب لكن باعتبارها بزرق أنا زرعتها لا الصبح على فكرة غالبا هيتحكم عليها بالإعدام لأن أترت مع صبك الإصرار والترصد عمدا يعني هيتحكم عليها بالإعدام مش عشان الله سمحني فالقاضي بكرة الصبح هيقول لي براء ما فيش حد يبور كده لكن باعتبارها اسم لا تم تسوياتها تماما في الصليب فعشان كده الناس بتخلط ما بين الغفران وما بين الحصاد لا فيه فرق كبير أوي 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 لأن الخطية لها شقين مرتبط باسم ده التسوية تماما خلاص ده هو ده الغفران الذي فيه لنا الفداء بدمي غفران الخطايا هو ده الغفران أما الحصاد يظل قائم حسب القانون لأنها بذرة وتزرعت ما فيوش كلام مثل كمان مثلا إذا حدا أخطأ مثلا بعلاقة جنسية غير أخلاقية وأحيانا منهم بيلقطوا مرض الأيدز مثلا أو هيك إشياء بالضبط يمكن مثل ما أنت قلت الله بيسامح الأثم أو الخطية بس البذرة موجودة ونتيجة المرض راح ده الموجودة بالجسم لأنه زرع وحصاد بالضبط كده يعني أنا أفتكر مثلا لو عايزين ندي مثال من الكتاب بسيط قوي داود طبعا زنى وقتل طبعا عشان يعني يغطي المصيبة بتاعته أم قاتل قرية الحسي نعم وجاله نسان النبي في صامويل التاني أصحاح 12 ووجهه بالحقيقة دي في القصة عشان وقت برنامجنا مش قادر ألا قصة كلها مش عارق قصة كلها نعم لكن يعني قاله في أصحاح 12 عدد 12 بيقوله إيه كان ربنا بعت نسان النبي لداود بالكلام ده بالرسالة دي نعم قاله لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس فقال داود لنسان اسمعي بقى الحيطة دي مهمة أوي قال داود لنسان قد أخطأت يعني هنا فيه اعتراف حصله قد أخطأت إلى الرب وكانت الإجابة من نسان النبي عن طريق الرب طبعا أنه قاله الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك بصي بقى الكلمة اللي جاء دي لا تموت لا تموت آه غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت يعني هنا شو صعبة يعني أنت لا تموت ولكن الولد يموت طب أقول بس حاجة صغيرة فدل هو هنا هو هنا تاب وقال له الرب نقل عنك خطيتك نعم فهنا الخطية نرجع لموضوعنا هنا الخطية تعالجت باعتبارها اسم نعم لكن باعتبارها بزرة قائمة لسه موجودة وعلى فكرة هو زنة وقتل وهنلاقي أنه زنة هنلاقي أنه في الأصحاح اللي بعده أصحاح 13 هنرجع للولد دقيقة واحدة هنلاقي أن أمنون زنة مع سمار مع سمار وهنلاقي أن أب شلوم أتى الأمنون فأصحاح 16 زنة مع سراري أبي على السطوح نعم زي ما كنا بنقول أنه كانت الزرعة في الخفاء بس الحصاد كان في العلن نعم فهنلاقي أنه فيه زنة حصل فدخلت الكأنه الخطية على بيت داود كله بالضبط كده يعني الملاحظ أنه هو تاب لأنه أنا عايز بس أأكد عليها أنه هو تاب وعايز أأكد على حاجة تانية أنه كان التأكيد من نسان النبي ليه أنه تمت التسوية تمام نعم الرب نقل عنك قضيتك يعني هنا الجزئية أو الشق بتاع باعتبارها أثن غفران الأثن لكن حتى من جهة القتل هنلاقي بعد كده أن أب شلوم أتى الأمنون نعم وهنلاقي بعد كده أن يؤاب أتى الأب شلوم نعم يعني برضو فكرة أنه الزنة موجوء حصل وفكرة أنه القتل حصل نعم زي ما قلنا أنه الحصاد من نفس نوع الزرع نعم وقلنا أنه الحصاد أكتر نعم وقلنا أن الحصاد معلن والزرع مخفي نعم ملاحظة أنه الثلاث قوانين أو مبادئ اللي حطناهم للقانون من بداية الحلقة متطبقين هنا يعني وطبعا في كتير أمثل بالكتاب كمان كتير وشوفنا أن الحصاد برضو في نفس الوقت تم إزاي الغفران تم والحصاد تم الغفران تم بأعتبارها إذن الحصاد تم بأعتبارها بزرع ولابد أحب كلنا كل الناس تعرف هذا المبدأ مش قصة أننا عملت القطية وآخرتها أننا توبت فكل حاجة انتهت لا كل حاجة مش كل حاجة انتهت في جزئية انتهت بس في جزئية ما زالت قائمة ما انتهتش وده شيء في غاية الأهمية طيب سؤال يتردد مرانا وتكرارا سؤال لا ينتهي ما هو ذنب الولد حتى الولد يتحمل خطية أبوه هو لا عايز أسأل بس سؤال في موضوع ذنب الولد ده هو الولد ده يعني ايه ذنبه يعني هو ايه اللي حصل له مات مات يعني ما هو يعني أولا هو طب لحظة بس أنا رح انتقل عن موضوعين ما اتفقنا على هذا الموضوع وانت حر تجاوبني ولا لأ موضوع الإجهاد وقتل الأطفال هلأ وينما كان انه بيحبلوا وبعدين بيجهدوا ونفس الفكرة انه الولد طبعا نحن كمؤمنين ضد الإجهاد أكيد بس نفس الفكرة انه أختي وبعدين قرر انه قتل الولد والولد يتحمل النتيجة لا هو اللي بتحمل النتيجة على فكرة في موت الولد هنا خليه طب في القصة بس هنا تفضل اللي تحمل نتيجة تموت الولد بشي الولد اللي تحمل نتيجة تموت الولد هو داود لأن الولد اللي تألم اللي تألم فعلا من أجل موت الولد ليس الولد لكن الذي تألم هو داود دا رقم واحد وأنا أعتقد أن الرب عمل خير مع الولد مش زنب إيه الخير اللي عمله أن الولد دا جاي بطريقة غير شرعية ويقاب عارف كده يقاب عارف وبدأ يتعرف الموضوع أنه الولد دا جاي بطريقة مش شرعية فأعتقد أن الرب حفظه من أنه يعيش في وسط ناس ومجتمع عارف أنه هو جاي من زنة مش جاي بطريقة شرعية وأعتقد أن دا كان بقى هيسبب ألم طول العمر للولد دا إحنا كنا ساعتها هنقول هو إيه زنب الولد أنه هو عمال بيتعاير أو بيهان من أجل أنه هو زنبه إيه؟ هذا موضوع خطير عم نحكي فيه موضوع كتير خطير يعني فيه نظرة أخت ماريان مهمة قوي أن الولد داوك لو كان عاش لو كان عاش أعتقد أنه كان المجتمع اللي حواليه كله هيبقى عارف أن الولد دا جاي بطريقة مش مصبوطة من زنة عايز أسألك سؤال كان نظرة الناس المجتمع اللي حوالي لي إيه؟ في المجتمع اللي إحنا المجتمع يعني أرجو أنه ما نخرجش برق قرينا يعني ما ينفعش أطبق الكلام دا دلوقتي يعني إيه؟ ما ينفعش أبص بالنظرة بتاعت دلوقتي أنا منتكلم على الولد دا أنا منتكلم على الولد دا مش أي وقت في العالم هو الولد دا الولد دا في المجتمع دا لشيء مشين جدا نعم وكان هيعيش مهان العمر كله كنا ساعتها هنسأل بقى سؤال خطير هو إيه زن بالودة أنه يعيش مزلول الوقت دا كله عمره كله أنت فهمها عزوين؟ طبعا فهمها أكيد الله بقى في محبته وفي صلاحه أنه أخذ الولد دا أنه أخذه الذي تألم هو داود والذي تمتع بمحضر الله هو الولد يعني الولد دا الله طلعه من مجتمع الأرض اللي كان هيعيش فيه مهان أوكي بسبب وضعه بس أخذه في وضع أفضل هو يعني مع المسيح يعني هو أوكي فأنا عايز أسأل بس لو كان عاش أفضل ولا أنه كان خده أفضل لا يمكن للولد مثل ما عم تقول لو أخذوا أفضل أخذوا أفضل لأنه كان هيعيش عمره كله مزلول وفي الآخر هيموت برضه طبعا طبعا فهنا أنا مش شايف فيه سؤال فكرة إيه زنب الولد يعني إيه من هنا يعني ما فيش زنب أو ما فيش أزوئة على الولد يعني ما فيش أزوئة على الولد بل بالعكس أنه هو وجوده مع الرب أفضل من وجوده على الأرض بما لا يقاص يعني فهم ما عايزه لكيه الذي تألم والذي توجع فعلا هو داود المخطئ مش الولد ففكرة إيه زنب الولد السؤال شوية عايز يعني بس السبب أنه قلتلك الموضوع خطير لأنه عم شوف ألفات أو الأطفال مش رح نحكي بهذا الموضوع بس أنا فعلا عم أفكر فيه أنه هل لأنه أنا بدي ريح الولد أنه ابن لقيت ياما فيه أولاد عم يجهدوا أو يعني أطفال عم يجهدوا بيكونوا أطفال كاملين هل يصح أنه أجهد لأنه أنا عم بحفظه من الحياة اللي رحيشها اللي بيجهد دا فيه فرق كبير بصي يعني حضرتك أنا سوريا فتناع موضوع مش متفق أوكي ومش موضوع لا لا بس أنا عايزة أوضع حاجة مهمة قوي موضوع الإقهاض والموضوع دا أنت أنا حاسد لا 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 أنا الفكرة قصد أنه هل لأنه بدي جنب الولد حياة صعبة والعار اللي لحقه بقوم بوجه ده هالفكرة طيب خليني بس أجاوب في حتة مهمة قوي نعم موضوع الإقهاض مش موضوعنا احنا موضوعنا نزيل الحصاد صح بس أتطرك لحتة صغيرة نعم موضوع الإقهاض وموضوع موت الولد هنا حضرتك يعني عملت لابس بينهم أو ارتباط لينك بينهم وهم على فكرة ملهمش لينك بعض بسبب لا بسبب شي مهم في موضوع الإقهاض الذي أمات في موضوع الإقهاض الذي أمات الجنين هو إنسان فقتل صح لكن هنا الذي أخذ الولد هو الله هو الله فما فيش يعني ما ينفعش أقارن لأن الله هو اللي أخذه دا من حقه صح لأن دي عطيته دا بتاعه ملكه صح وهو اللي أعطاه صح ومن حقه ياخده لكن هنا اللي أنهى على حياة الولد اللي هو دا دا إنسان دي جريمة قتل دي جريمة قتل يعني أرجو أن نفس المبين الحدسين ما ينفعش أجيب حدسة الإقهاض وحطها جوه حدس الدقود ويموت الولد هنا أنا بس لأنا أنا حكيت حماية الولد من العار أنا مش طبعا أنا فهم الفرق بين الحدسين الموضوع لازم تخضيه كله مش فكرة العار بس أنا يعني آه فيقول الكتاب بعد كده إنه إن الولد مات بعد كده وإن الله هو اللي أمات هذا الولد الله أماته لحفظه وأخده عنده في متعة وفي سلام وفي راحة وأنا بقى بيت داود كان الولد دا هيطلع في البيت دا طيب البيت دا كان من يتملت بالزنة واتملت بالقتل وبشراصة ونجاسة من الآخر يعني ما هم الفعلتين اللي عملهم داود كان واحدة عبارة عن نجاسة والتانية عبارة عن شراصة وهو كان هيطلع في المجتمع دا وهيتربى في الوضع دا وهو مش أفضل وضع بالمناسبة يعني فالوضع اللي راح له أفضل بما لا يقص زائد وضعه هو شخصيا باعتباره جايب بطريقة مش صحيحة فأعتقد إن الله رفع عنه العار ورفع عنه الزل والمهانة بإنه عمل كده أنا شايف إن الرب أكرم الولد مش إذن بالولد لكن اللي تألم هو داود طيب بما يتعلق بهذا الموضوع أنا متأكدة إنه الله صالح وصالح بحياة داود وصالح بحياة الولد وصالح حتى بالمثل السلب اللي قلنا خلينا نحكي عن صلاح الله يعني بموضوع الزرح والحساد صلاح الله الله صالح على طول الخط وبالمناسبة أنا دايما بقول إن الله صالح إحنا دايما بنقول معناها إنه ما بيعملش حاجة غلط بس أنا عايز أقول إن الله صالح بمعنى الله ما بيعملش حاجة غلط لكن بيعمل كل حاجة صح يعني حتى في بعض الحاجات ببقى أنا شايف أو مش شايف عارف أو مش عارف فاهم ومدرك أو مش فاهم صلاح الله دا ثابت بغض النظر عن إدراكي أنا أو إن أنا شايف أو مش شايف مش متوقف علي إطلاقا دا الله صالح في ذاته وصلاحه دا ثابت بغض النظر عن إدراكي أنا لأي حدث أو لأي قضية أو لأي موضوع بيظهر صلاح الله أختي ماريان في شيء مهم قوي يعني يتمتع به المؤمن هنا بقى دولا عن القاطع يعني إحنا قلنا شيء مهم عايزين نوضحه بس عشان ما يحصلش لابسة عند المستمع نعم قلنا إن دا قانون بيسرع على كل البشر صح سواء مؤمن أو قاطع هو ما قلنا ما يزرعه الإنسان نعم من نجدعه داتي هو مؤمن أو قاطع دا قانون وضعي إليه لحفظ الأرض بصفة عامة نعم بس أنا عايز أقول بقى الشخص اللي جي للرب وتاب توبة حقيقية عن العاملة اللي عملها فكرة إنه تاب يعني غير المصار نعم المصار اتغير نعم وده معنى التوبة هو تغيير في الاتجاه يعني بيسموها كده ببساطة شديدة إنه عمل يوتيرن وبدأ ياخد سكة عودة نعم عكسي اللي كان فيها تماما نعم وكان ماشي كده وبدأ يرجع كده نعم بعملية التوبة ديت لأنه كان ماشي في اتجاه ورجع في اتجاه تاني هنا بيتمتع بحاجة ما بيتمتعش بيها اللي متاعش إيه هي بقى إن الله القانون يسري نعم لاحظة الحتة دي مهمة قوي عشان ما نطلقبتش فيها القانون يسري وإن الحصاد شغال من الزرعة اللي زرعها بس الله بيقدر بقى يعمل ايه يصيغ يعني يمسك الحصاد المر الحصاد المر اللي طالع من الزرعة المرة ويطلع للشخص اللي تبدأ غير المصار يطلع من المر ده أعظم خير لحياته نعم وهنا كأنه زي ما الإنسان نفسه غير الاتجاه اتغير برضو مصار الحصاد هو فعلا حصاد مر نعم لأنه بتاع زرعة مرة ده القانون نعم اتطبق تمام بس النقلة التالية بقى اللي تحصل فيه خط موازي يعني دي خطوط متوازية أول قانون لو نقدر نقوله أو أول خط نحطه تحت عنوان مثلا إيه قانون الله نعم قانون الله الزرعة والحصاد فيه خط تاني يمشي جنبه موازنيه مش ضده يعني مش بقطعه بالعكس طبعا ماشي جنبه كاملين بعضا اللي هو صلاح الله نعم وصلاح الله بقى أنه يمسك الحصاد المر بتاع الزرعة المرة ويحاوله ويحاوله لخير لحياة هذا الشخص مع الأغزة في الاعتبار أنه قد يظل متألم طبعا بسبب الحصاد المر لكن وهو في قلب الألم ده يكون الألم ده بيعمل شيء خير جدا لحياة هذا الشخص نعم فكرة فيه قصة في الكتاب جميلة ممكن يعني ترسم لنا صورة توضح لنا الفكرة شوية في سفر أعمال الرسول أصحاح 14 لما كان بوليس وبرنابة في حتة اسمها لسترا نعم يقول الكتاب أنه من عدد 8 أنه كان فيه راجل عاجز الرجلين وأنه هو مقعد من بطن أمه ومش بيمشي خالص وبع كده الكتاب يقول أنه في المكان دوت في عدد 12 فكانوا يدعونا برنابة زيفس وبوليس هيرمس نعم وهنا يذكر الروح القدس بريشة لؤة الكاتب سفر أعمال الرسول يذكر لنا الرسولين دول برنابة وبوليس وجميل أنه هو يذكر الاتنين ويقدم برنابة على بوليس في الكتابة نعم فعدد 12 يقول فكانوا يدعونا برنابة زيفس وبوليس هيرمس ده عدد 12 يجي عدد 14 بعدها على طول يقول فلما سمع الرسولين برنابة وبوليس برضو يذكر الرسولين ويقدم برنابة على بوليس يعني الاتنين ماشيين مع بعض برنابة وبيلس نفاجأ بعد كده يقول المفاجأ في عدد 19 يقول ثم أتى يهود من أنطقيا وأيقونية وأقنعوا الجموع سمع المفاجأ بقى فرجموا بوليس بوليس بس من غير برنابة من غير برنابة فرجموا بوليس الله ما إحنا ماشيين برنابة وبوليس برنابة وبوليس نفاجأ أنه عند حدسة الرجم نلاقي كلمة خارج المدينة ظنين أنه قد مات يختفي من مشهد الرجم دوة برنابة نقول ما هم كان ساب بوليس ومشي يعني سافر خلاص كان ساب ومشي لا بص اسمعي بعد كده يقول إيبا ظنين أنه قد مات ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة رجع برنابة برنابة ما سابش بوليس ومشي إذا نكمل مازال موجود بس نلاقي بقى برنابة وبوليس برنابة وبوليس بوليس لوحده ثم يرجع برنابة وبوليس تاني يعني برضو هنا مفروض وإحنا بنقرأ نسأل سؤال هو فين برنابة بحادثة الرجم بالألم وليه ما يترجمش لأنه هم الاتنين مع بعض وهم الاتنين كانوا بيخدموا مع بعض ببساطة شديدة اللي أنا فهمه أنه كان بوليس اللي هو كان اشتاعتها شاول بقى هو المدبر وهو المخطط وهو المسؤول عن حادثة رجل استفانوس يعني يقولي الكتاب وكان شاول راضيا بقتله وكلمة راضي مش معناها موافق احنا ممكن نقرأ إنه هو كان موافق لا كلمة راضيا أي مدبرا هو مدبرا بقتله وهو يعني هو اللي كان مخطط نعم وأعتقد أنه هو كان عضو في مجمع السينهدريم وكان ماضي على كده وموافق بقى هذا الأمر وكأنه السماء من فوق بقى بتورينا مشهد جميل حساد إنه برنابة برنابة اللي اختفى في مشهد الرجم ما راجمش استفانوس ولا كان ملهوش علاقة برجم استفانوس فعشان كده ما لقوهوش موجود لكن بوليس اللي كان مرتب ومخطط وموافق ومدبر للحادثة رجم استفانوس هو اللي ترجم معقول هل كان حساد لأنه هو أمر برجم استفانوس بالضبط هو دبر ورتب لرجم استفانوس وكأنه يعني ده الزرعة اللي زراحها هو بقى بس اللي حصل بقى إنه بيحصدها دلوقتي بس هنا فيه سؤال خطير أو فيه فكرة جميلة فين هنا بقى صلاح الله عارفة فين صلاح الله إنه يصير من قلب الألم ده خير إنه الله هيحاسب بوليس الله هيكافئ هيحاسب مكافئة الرجم اضطهاد بالضبط إنه هو اضطهاد من أجل اسم المسيح حلو والمكافئة دي أبدية هو إيه اللي حصل هنا حصل هنا القطين مشوا مع بعض تماما قط الأولان إن القانون الله مشي الحصاد تم للزرعة اللي عملها بس في نفس الوقت وتألم بوليس على فكرة من أجل الرجم يعني هو تألم وتوجع من الرجم مش مكانش حاسس بحاجة توجع آه بس خد يبالك إنه قدام هذا الألم اللي تقلبه من أجل الرجم ده سيكافأ عليه إلى إلى أبد القابدين باعتباره إنه مش إنه تألم هنا من أجل اسم المسيح يعني في الخدمة هنا جهاته الجهاد الحسن أكملت السعية حفظته الإيمان أخيرا نوضع عليه إكل البر فهو هنا سيكافأ وسيكلل من أجل هذه الرجمة في حين إنه هي أصلا حصاد للزرعة اللي هو عملها نتحول الحصاد لبركة بالضبط كده فهنا ده مشهد جميل بيورينا فكرة قانون الله ماشي بيورينا فكرة إنه صلاح الله ماشي في نفس الوقت وإن الله قدر يصيد من حصاد المر بعد الزرعة المرة اللي عملوا بوليس لما كانش أول ساعتها أعظم خير ما فيش طبعا خير أعظم إنه يكون في مكافأة وفي أكليل إلى أبد الأبدين فده شيء مهم هنا صلاح الله بيتمتع به كل شخص تاب كل شخص يجيه للمسيح غير الشخص الخاطئ وده مش الله بيميز هنا لأ ده بسبب توب تو ده حتى مهم قوي عايز أوضح مش الله هنا بيعني عنده يعني ده وده لا أو بيفاضل لا مش أفضل فكرة إنه أنا لما توبت أنا غيرت المصار نعم فتغير الوضع يعني لكل من يتوب نعم لكل من يتوب وقبل التوبة كان يظل لمبدأ الزرع والحصاد ساري ساري نعم نعم أفكار روعة طب أنا عندي كثير أسئلة وبعرف أن الوقت عم يدهمنا يعني بعد معنا 24 دقائق بدي أرجع لموضوع الأبن وبيخروج إصحاح 20 يفتقد ذنب الأباء بالأبناء هل الله يحاسب بدي أرجع إصحاب كلمتي يحاسب مش محاسبة حصاد خروج كم؟ إصحاح 20 سعر؟ بيقول يفتقد ذنب الأباء بالأبناء وحتى بيقول للجيل الرابع بنشوفها مرارا وتكرارا بالكتاب هل الله هل نحصد نحن كأباء أسعفوا الأبناء هل يحصدون نتيجة زرع الأباء المشكلة كنت ما كملتش الآية بس الآية نطلحها في أصحاح 20 زي ما حررتك قلت في عدد خمسة بيقول إيه الله أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع خروج أصحاح 20 سفر خروج أصحاح 20 سفر خروج أصحاح 20 الآية 5 نعم أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغدية عايزة أقف عندها هيدي هيدي اللي بتفك الإشكالية دي كلها وبعكية يكمل يقول بقى وأصنعه إحساناً إلى ألوف من محبية وحافظة وصياء إيه حكاية بقى ما هو لو أنحنا أخدنا إنه أفتقد زنب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابعة بوقفنا ما هو الآية ما بتقولش كده على فكرة يعني ما فيش آية بتقول كده الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول أفتقد زنب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع بس من مبغضية يعني إيه بقى من مبغضية والآية بتقول برضو ما نش عايزين ننساها لأن ده المقطع الثاني المهم جداً وأصنعه إحساناً إلى ألوف وربوات من محبية وحافظة وصياء إذا أنا أنا كابن مثلا أبويا عمل حاجة غلط أوكي؟ يعني أبويا اتصرف تصرف غلط وأنا مشيت في نفس النهج بتاع أبويا وأيدت أبويا وقلت له آه إحنا كده نعمل كده يعني أبويا مثلا حصل معا مشكلة وقال إحنا نعمل مشكلة مع الناس دي وأنا قلت له آه صح نعمل كده وفدرت ماشي في نفس النهج بتاع أبويا آه ينفع تماماً تماماً إن الله يفتقد زنب الأبويا فيا وهنا السؤال ليه مهولا إن أنا ماشي في نفس السفر نفس الخط لكن لو حصل إن أنا قلت لأبويا لأ أنا برفض إن إحنا نعمل كده لأن ده حاجة غلط وأنا مش موافق إن إحنا نعمل كده إيه اللي يحصل بقى يتكسل هنا الحاجز وأنا بطلع من حتة من مبغضية وأدخل في خط تاني اسمه من محبية نعم وحافظه وصايا ساعتها يقول بقى الكتاب بقى أعمل إيه بقى أصنعه إحساناً نعم مش يعني آه لكن كل ابن كل ابن مشي وراء أبوه في الغلط يحصل وبيحصل ليه لأنه هو مشي في الغلط نعم هو مكمل نعم لكن لو هو رفض أنه يكمل في الخط بتاع أبوه ينقل لخط تاني من بدل هنا في صفين في مبغضية وفي هنا من محبية وحافظه وصايا هنا أفتقد ذنب الأباء في الأباء وهنا أصنعه إحساناً فكل ابن ماشي وراء أبوه نحن مش مفروض بتمشي وراء أبوك عميان لأنه فيه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس نعم أبويا بيعمل حاجة غلط أنا مش مطلوب مني أعملها أبويا بيطلب مني حاجة أعمل حاجة ضد الله لا سعياتها مش مفروض أعملها أطيع أبويا أفضل أطيع 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 لغاية إمتى لغاية ما يتعارض كلام أبويا مع كلام الله أقول ما يتعارض كلام أبويا مع كلام الله أنا بقرر همشي مع مين همشي مع أبويا أو همشي مع الله لو همشي مع أبويا هتحصد لأنك أنت مشيت في الغلق أما لو مشيت مع الله ورفضت هنا أنت بتخرج من الصف ده وتدخل في الصف ده فإقرأت الآية كاملة هي اللي بتورينا الصورة كاملة يعني من درجة على مبدأ الذي يحصده الإنسان إن كان الآب وإن كان الأبن إياه يحصد يعني الإبن إذا اختار يزرع غلط رح يحصد غلط ما هو بالضبط هو بيحصد لأنه زارع مع أبوه يعني في نفس الخطأ يعني نعم طيب بدي انتقل لنقطة ثانية وبأيوب صح 4 والعدد 8 ألي فاز صديق أيوب 4 8 ألي فاز صديق أيوب يعني بدل ما يشجعه ويعزين نحن نعرف أنه أيوب مرأة بتجربة كبيرة ومرأة بألم ونحن نعرف أنه الله ما كان عم يعاقب أيوب على ذنب معين كان عم يمرأة بتجربة وبألم هلأ بنحكي أكثر عن هذا الموضوع وأنا بدي أسألك عن هذا الموضوع يعني أنا أحب أنت تجاوب على الموضوع بيقول له ألي فاز لقد رأيت أن الحارثين إثما والزارعين شقاوة يحصيزونهما وكأنه عابل له لأيوب أنت جنيت ثمن أو عفوا أنت حسادت اللي زرعته ونحن نعرف أنه أيوب مجل عم يحصد الألم مش حساد إثم عمله أيوب وهون بحب ندوي على فكرة أنه هل كل ألم أو هل كل تجربة أو هل كل مرض أو هل كل وضع سيء تجربة بيمرأ فيها المؤمن بتكون حساد أولا عايزين بس أقف دقيقة واحدة عند فكرة ألي فاز نعم مين قال لك أو مين قال أنه قالوا اللي قالوا أصحاب أيوب كان صح صح بس أنا لليش أنا ذكرت فكرة ألي فاز عفوا لأنه كتير أحيان بس نسمع حدا مرد أو حدا صار معه نسمع أصوات كتير بتقول آي ما الرب قاسس آي ما الرب ققدم فنحن مين نحن لنقرر أنه هيدا تقديب من الرب أو هيدا تجربة وهيدا الموضوع بحب دوي عليه أنه مش كل مرض ومش كل ألم هو تقديب من الله أو حساد صح أكيد طبعا أنا عايز بس أقول حاجة تفضل أنه اللي بيقعد لما بيشوف حد متألم أو حصل في مرض معين يقولك أكيد آه طبعا هو جاي من فراغ أكيد ربنا بيحسبه على عملها صودة عملها أعتقد أنه هو بيبقى في الوقت ده كل من يتكلم بهذا الأسلوب أو يحكم بهذا الحكم هو أليفاز يعني هو حط نفسه في وضع أليفاز بالنسبة لأيوب يعني نفس غير الأسماء بس يعني حط لأي مشكلة عندك شيري أيوب للشخص اللي عنده المشكلة وشيري أليفاز للشخص اللي حكم على قصة عارفة الرب بقى تعالى نسمع كلام الرب بقى نعم نسمع كلام أليفاز أمين يعني سوري مش كلام أليفاز لأنه فيه حاجات كتير قوي إحنا ساعات بنستقطع عمل الكتاب وبننسى أنه دي قصة كبيرة كاملة وبأخد قطعة من البازل لا في كتير أليفازات عايشين بين هاتنا لأن بصي بقى في أصحاح 42 تعالي نشوف الخاتمة وكلام الرب وهو ده المهم أمين في أصحاح 42 يقول كده عدد سبعة من سفر أيوب أصحاح 42 والآية سبعة وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام بصي بقى أنا عجباني أول حتة دي أنه كنت قلت مين اللي قال أليفاز نعم مع أنه هو كان فيه أكتر كان فيه بلدة الشوحة وفيه سفر النعمان نعم بصي يقول إي بقى أن الرب قال لأليفاز التيمان حلو يعني يعني قال له إي بقى قد احتمى غضبي عليك نعم يعني أكتر كلام كان موجه لأليفاز نعم وعلى كلا صاحبيكم ليه لأنكم لم تقولوا فيي الصواب يعني واضح أنه فيه كلام كتير قوي قوي اتقال من أصدقاء أيوب وخاصة أليفاز لأنه الكلام كان موجه لأليفاز بأنه هم لم يقولوا الصواب فعشان كده ما ينفعش أنا أخد اللي قاله أليفاز وأعتبره أن ده كلام الله لا ده كلام أليفاز والله وابقه عليه وعدبه عليه وقاله أنه كنت ما قلتش الصح صح فما ينفعش أطلع الآية دي من القرينة بتاعتها صح وأنه مين قالها وقالها المين والله رد على إيه لأ لازم أفاهم طبعا ليس ليس كل ألم هو حصاد نعم ودي حتى في غاية الأهمية لأنه فيه أسباب كتير جدا جدا للألم بخلاف أن هي حصاد طبعا لا ننكر أنه فيه ألم بسبب حصاد لا ننكر لكن ليس كل ألم هو حصاد عشان بس المشاهد يعني ما يحسش أنه كل ما يحصل له أي حاجة يقول آه بص يبقى أكيد بقى ده ربنا كان يعني أنا عملت عاملة سودة ودي أهو بي حاسبني وده الحصاد بتاعه لا ده كده هنعيش في رعب طبعا لا أو زعب على فكرة أرجع وأقول تاني كلام قلته في أول حلقة القانون ده كان محطوط للخير وللبركة وللثمر وللبركة وللإسمار وللوفرة نعم وليس للرعب نعم لكن في ألم يعني مختلفة أنواع من الألم مختلفة لا علاقة لها إطلاقا بالحصاد نعم كمثال مثلا ألم الخليقة نعم يعني نحن نعلم يقول كده الرسول في رميا أصحح تمانية أننا نعلم أن الخليقة كلها تأن وتتمخد معا نعم إلى الآن ليس ذلك فقط سمعي بل نحن أيضا يعني المؤمنين الذين لنا بكورة الروح نأن نعم فهنا في ألم مرتبط بسبب دخول القطية بسبب حادثة السقوط نعم ده ما لهوش علاقة بحصاد يعني ده نوع من أنواع الألم نعم إحنا بنتألمه ونتوجع منه وده مش حصاد لحاجة أنا عملتها بس بسبب دخول القطية إلى العالم نعم نعم بسبب أنه العالم اللي إحنا عايشين فيه ده وضع في الشرير نعم وأنه الشيطان هو رئيس هذا العالم يعني قال عنه الرسول في غلطة أصحاح واحد العالم الحاضر الشرير فالعالم اللي إحنا بنعيش فيه ده اسمه هو اسمه كده عالم شرير فبسبب وجودنا إحنا وأنه إحنا عايشين في هذا العالم إحنا بنتألم وبنتوجع طبعا بسبب وجودنا وأنه زي ما قلتلك أنه رئيس هذا العالم هو الشيطان نعم لكن بنتألم أيضا بسبب مثلا المؤمنين بالذات خاصة بيتألموا بسبب أنه عدو الخير بيشن عليهم حروب باتجاهات مختلفة طبعا عشان يعطلهم عن حاجات كتير بقى يعني مش موضوعنا أوي بس عن الإسمار وعنه يكون مؤمن فعلا في مشيئة الله ويبدأ بيشن عليه هجوم وحرب شديدة فبيتوجع ويتألم المؤمن طبعا نعم مش لازم يكون ده حصات حاجة تانية إحنا بنتألم من أجل شيء خطير أوي أختي مرينا أوي اسمه ألم من أجل البر يعني يعني قال عنه بوتوس إن تألمتم من أجل البر فتباقم وعلى فكرة هذا كان موضوع ألم المسيح يعني المسيح لم يعرف قطية لم يفعل قطية لم تكن فيه قطية لا علاقة له بالقطية إلا أن المسيح تألم ويتألم عنه أنه هو رجل أوجاع ومختبر حزن ليس رجل أعمال رجل أوجاع يعني فتب يتألم ليه يتألم من أجل البر يعني يتألم بسبب الاستقامة بسبب قدسته وكتير قوي من المؤمنين حاليا حاليا نتألم من أجل البر خاصة نحن اللي عايشين بأمريكا فعلا فعلا محاصرين بهذا الموضوع والرب شايف يعني من صلي الرب يغير الأوضاع بس أنا فعلا بفهم اللي عم تقوله أنه نتألم لأجل البر أي فيه تلاقي موظف بسبب أنه عايش باستقامة يمكن ما بيقبلش حاجة غلط وفعلا بيعمل شغله مظبوط والناس المحاطين حواليه ممكن يكون أصدقاءه في العمل مش تمام بيتألم بيقلموه بسبب أنه مش بيجريهم في اللي هم بيعملوه بالخطأ فهو هنا بيتألم مش ده مش حصاد ده بالعكس ده بيتألم من أجل البر حتى أنا بشغلي ما بينسمح ليحكي عن إيماني بالشغل ممنوع يعني حتى هالآد أنا مش بس إذا أنا مش منخرطة بالخطأ حتى ما فيني أحكي عن أفكاري اللي بتتطبق مع الكتاب المؤدس وفعلا هيدا كمان ألم لأجل البر اللي عم نعيش ونحن حاليا كمسيحيين مؤمنين نعيشين في أمريكا المسيح قال واحدة من ضمن التطويبات في إنجيل متى أصحاح خمسة في عيزة الجبل طوبة لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين إفراحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات عندي ألم أنا بتألمه مع المسيح قال عنه بوليس إن كنا نتألم معه نعم خل يبالك معه دي غير من أجله نعم نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه هل المسيح بيتألم الآن من أجله أمور معينة طبعا عندما يرى الشر المؤمن عندما يرى الشر يتوجع طبعا عايز أقولك بصدق أمام الرب كل مرة أشوف شر حادث قدامي من أي نوع من ظلم من بغضة من قراهية أي نوع تتألم بتألم بتوجع في حين أنه الخاطي يشربون الإسم كلماء يعد يشوف النفس المنظر اللي أنا شايفه أو نفس الحدث ولا حاجة ولا بتفرق معه هو بيتنفس خطية مش فرق معه المنظر اللي أنت بتتوجع من أجله ده هو لا يعني في شيء فإحنا بنتألم مع المسيح يعني المسيح بيتوجع ويتألم من أجل الشر كل شر حادث من أجل القتل من أجل سفك الدم من أجل البغضة كله ده إحنا لما المؤمن عندما يرى إحنا بنتألم أيضا من أجل حاجة ده مش حصاد لكن ده بسبب شر حادث موجود لكن عندنا ألم تاني برضو قال عنه بطرس يعني لتزكية الإيمان إن كان يجب تحزنونا يسيرا بتجارب متنوعة ده لتزكية إيماننا يعني وكأنه هو ده الإمتحان الذي يبرهن على عظمة ونوعية الإيمان يعني وهو بيتكلم في القصة دي يتكلم عن فكرة إن الدهب بيمتحن بنار فإيماننا أسمى بما لا يقاص من الدهب وعليه إن إحنا ممكن نتألم بسبب تزكية الإيمان فيه ألم تاني أفتكر واحد مثلا زي بوليس تألمه كان يقول لألا أرتفع من فرط الإعلانات نعم أعطيته شوكة في الجسد نجل هذا تدرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفرقني قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل نعم عايز أقولك إنه كانت ألم بس ألم كان بيحفظ بوليس من الارتفاع نعم يعني قالك لألا أرتفع نعم الله فيما حبته وأنه عايز يحفظ هذا الإناء لأنه كان عنده فيض إعلانات جبار يعني غير طبيعي يعني من فرط الإعلانات فكان أسهل حاجة كإناء زي بوليس من فرط هذه الإعلانات أنا أتكبر أسهل حاجة أنه ينتفق ويرتفع نعم الله حبي يحفظه نعم يعني كانت شوكة حافظة فعلا سمح بيها الرب له في حياته أنها تكون موجودة وأنها تظل موجودة حتى عندما تضرع نعم لأجل يعني لأجلها أنها يفارقني ساعتها قاله لا لأننا خايف عليه نعم يعني فده نوع من أنواع الألم بأن الله بيبقى عايز يحفظنا من الانتفاق نعم والكبرياء نعم والتعالي فدي كلها أنواع يعني أخت مريان بنتقلم ونتوجع لا علاقة لها بالحصاد نعم ودي نقطة في غاية الأهمية أنه ليس كل ألم هو حصاد نعم لازم المستمع يفهم كده ويبقى عنده إدراك أنه مش كل ما تحصل حاجة آه يبقى أكيد لا عليه أن يراجع نفسه نعم وأكيد الشخص اللي لي علاقة بالرب وفي شركة مع الرب الرب بيكشف ليه وبيبين له الأمور التانية نقطة التانية اللي عايز أقولها بسرعة في عجالة عشان وقت البرنامج نعم أن يعني الزلة الزلة الهفوية السريعة دي يعني ما أقدرش أحطها تحت بند زرع لأنه ما فيها تخطيط وما فيها تدبير ومش أنا قاعد خططت ودبرت وأخطأت بالضبط أعتقد أنه اللي بيزرع الفلاح ده مجهز قبلها الزرع ومرتب كل حاجة وعارف هيزرع إيه وعارف هيزرع فين فين أرض وهيزرع أي نوع وهيزرع وإمتى فده يعني ده ما ما أقدرش أحط الزلة إن أنا وأنا ماشي في الشارع نظرت نظرة مثلا شريرة وبعد كده تبتع أنا أقول آه يبقى أنا هنا زرعت يبقى هحصد لأ دي اسمها زلة لكن دي لها وضع تاني زلة يعني توقيتها كتير بسيط كم ثانية ده بس لفس الشيك رايح فرح واتزحلقت في الأرض يعني ما ما ده بس بقوم وكمل ونفض يدوني وكمل لكن مش بعض يعني أفضل قاعد فيها فده شيء مهمة أوي حاجة تاني عايزة أقولها مش مفروض ودي يعني يعني مهمة أوي أنا مش مفروض أطلب من ربنا يعني إقاف إقاف الحصاد مش مفروض لا مش مفروض أطلب إقاف الحصاد مش من حق لا أنا أتمسك بصلاح الله إقاف الحصاد ده حاجة مهمة أوي إيه هو إذا رأى الله بقى إذا رأى الله مش أنا إذا رأى الله في حكمتي التي لا تفحص حكمتي التي لا تفحص مقدرش أجيب حكم لله وافحصه وامتحنه وبعايز أطلع بنتيجة زي التحليل كده اللي بيأخذوا نقطة الدم أو عين الدم ويفحصوها ويطلعوا لك النتائج يقول لك عندك كذا وعندك كذا إذا رأى الله في حكمتها التي لا تفحص إنه هو بقى هو إذا هو اللي رأى هو من حقه إذا شاف إنه يوقف الحصاد في حياة شخص معين لأمره معين لزرعة معينة هو الصراحة بقى من حقه يعمل كده طب أنا وين البنوة أنا بيجي بدلة البنين اللي عنده بقل له أنا أخطأت وأنا أحصد مر يعني يعني مرق عني هالحصاد يعني بدي أعطيك مسألة كتير بسيط بنتي مثلا أخطأت من إلا مثلا بإلا بيا لأنك ما طاعت أو لأنك عملت هيك ما رح تاخد لتليفونك مثلا عم بديت يومين تجي بتقول له بابا معلي أنا بعرف إنه أنا أخطأت ممكن تسمحني أنا بوعدك ما بقى رح حيدة فبيسمحها وبيعطيها تليفون يعني أنا وين دلت البنين يعني أنا ليش ما بيحق إلا أطلب من بيا أنه يعني يجيز عني هالحصاد أولا يعني المقابلة ما بين التشبيهين مش قوية أو مش دقيقة أنا بحكي عن دلت البنين دلت البنين دلت البنين في حتة مهمة قوي أنا أتمسك بصلاح الله أنه يصير من حصادي اللي مش لطيف بتعذر أنه يصير خير لحياتي لكن ما ينفعش أقول للربنا إلغيلي القانون ما ينفعش مرة تانية إذا رأى الله هو في حكمتها التي لا تفحص أنه هو اللي يوقف القانون هو اللي يعمل كده فيني ما وافق معك بهالموضوع فيني ما وافق معك بهالموضوع لا أنا عايز طب أنا عايز أسألك سؤال تاني برضو على دلت البنين نعم هل كل مرة بنتك أو ابنك بيجي يطلب منك حاجة يقول لي سامحيني لا لا طبعا فيه أساس أكيد شوفتي بقى حتى يتعلم لأنه من محبتي بس أنا عم بحكي أنه يعني أنت عم تقول لي حتى ما بحق لي أطلب يحق لي أتمسك في صلاح الله لأنه هو اداني القانون وكان قايل لي وأنا كائن عاقل حر الإرادة وعارف أنه في قانون وعارف أنه زرعيتي إليها حصادة نعم ما ينفعش أدخل عليه أقول له من فضلك بقى وقف للقانون ده وقت طبعا أنا عايز أقليك سؤال طبعا كل ما أغلط هقول له وقف القانون طب الله المسيح وقف قانون جاذبية الماء ومشى بترس على الماء عملها مرة لما هو حب صح أو الغلاط هو لما هو لما هو حب يعملها هو من حق يعملها يعني هو اللي حط القانون الوضع بتاع كسفة الإنسان وكسفة الماء أنه ما ينفعش الإنسان يمشي على الماء بس لما هو يحب بقى هو هو يحب أن الإنسان يمشي على الماء لا يمشي طيب لأنه هو اللي وضع القانون يعني وده على فكرة عدل أو شرعا أنه واضع القانون هو اللي منحقه يغيره تحقه يعني زي رئيس البلاد كده بالظلط صح فالفكرة هنا أنا ما ينفعش أن أنا أطلب من الله أنه يلغي قانون هو قد وضعه وأنا عارف به وأنا كائن حر الإرادة ده ما ينفعش أن أنا أطلب من الله كده بس ينفع أن أنا عن طريق التوبة الحقيقية لله وأن أنا غيرت المسار بتاعي ينفع فعلا أن أنا أقول له يا رب أنا فعلا غلط وإذا أنت شفت أنك أنت توقف الحصاد لتكن مشاهدة إذا أنت شفت نعم والحاجة الثانية اللي أنا بقى أتمسك به فعلا فعلا وده من حقي بقى بجد في دلة البنين أن يا رب أنا يعني بطلبك بأنك تطلع من قلب هذا الشر بتاعي تطلع خير لحياتي وصلاح الله يعمل كده بالمناسبة على فكرة وده حاجة أكيدة الله هيعملها مش يعني مش يمكن يعمل أو ما يعملش لكن شور هيعمل كده أنه هيصيغ من قلب الشر خير لحياتي نعم أمين أمين يعني أفكار رائعة أنا بشكرك وأنا مش قصد موافق معك بس أنا بترح أسئلة يمكن بتبادل لأذهان المشاهدين فأنا بعتبر أنه أنا أخدي الدور وعم بسألك أشكرك عن جد أفكار رائعة بعد معنا تقريبا دقيقتين أنا بدي أطلب منك أنك تعطينا ملاحظات أو تلخيص على الحلقة أو إذا رب حاتت على قلبك مثلا نصيحة للمشاهدين نقدر نتوجه فيها بالدايتين اللي بقيوا تفضل راحة ديك وأنا عايز بس أقول حاجة مهمة قبل ما يعني الحلقة تخلص ساعة في حد يعني دي عندنا حتى في مصر بتتكرر كتير قوي المصطلح كده يعني تعبير يقول لك يا أخي خيرا تعمل شرا تلقى شرا نعم يعني ويحكي لك قصة أنه هو عمل خير مع واحد والراجل ده رضله القير ده بشر وهو يكون صادق يعني بعد قير طويل قوي يفاجأ بشر بابا عايز أقول له الكلمة دي أولا مفروض ما حادش يقولها لأن دي عكس الكتاب المؤدس نعم ده ما يزرعه الإنسان إياه يحصل أيضا نعم فكلناك أنت بتقول خيرا تعمل شرا تلقى معناها مش ما يزرعه الإنسان إياه يحصل أيضا نعم معناها أن الراجل ده عكس تماما كلمة الله أما لإيه؟ ببساطة شديدة مش لازم أنا زراعتي خير مع الراجل ده أحصل خير من الراجل ده بس أنا زراعتي خير مع الراجل ده حتما سأحصل خير نعم حتى من شخص آخر أما لإيه بقى الشر اللي عملوا معايا لحد دوت أو الحاجة اللي مش كويسة قد يكون حصاد بتاع زرعة أنا زرعتها مع حد تاني أوكي؟ نعم يعني ما ينفعش أن أنا أقعد أولي بين كده أنا عملت خير مع الأخت مريانا فلازم تعمل معايا خير وهكذا وهكذا لا مش كده ده أنا لأن أنا دائما وأبدا في حالة زرعة وحصاد كل يوم الخير العام يعني آه فأنا يمكن عملت حاجة مش مش لطيفة مع حد قبل كده وده الحصاد بتاعها من الشخص دوت بس الزرعة الخير اللي أنا عملتها مع الشخص ده برضو هيجي وقت تاني وهحصدها خير في وقتها زي ما قال إن كنا لنا كل أحب أقول للمشاهد إن ده قانون ربنا حطه عشان قاطر يبارك حياتك ويحربك ويشجعك على فعل الخير وأنا يعني أتوقع إن أي إنسان عائل لما تسأله أنت عايز إيه في حياتك هيكون بيقولك أنا محتاج خير ربنا بيقولك أمين ازرع خير وحتما هتلاقي الخير يعني زي ما بيقول إن كنا لنا كل حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير حاول إنك دائما تعمل الخير والخير مش بس موضوع فلوس لكن الخير ده حاجات كتير قوي لكن ده توجه قلب عام بإنك دائما تكون فاعل خير إنك دائما يكون عبارة عن ينبوع بينبوع خير بغض النظر عن الشخص اللي قدامك يعني أفتكر إن ينبوع المياه اللي بيطلع مياه أعتقد إنه مش لما بيجي واحد شرير يقرب يشرب منه هو بيشفط المياه تحت ما بيدروش لكن هو دائما بينبوع ينبوع بغض النظر عن الشخص اللي جاي ياخد منه أشجعك على فعل الخير وربنا يبارك حياتك أمين أمين أشكرك جدا أخ ناجي على الأفكار الرائعة وعلى الرسالة الأخيرة اللي وجهتها يعني كانت حلقة ممسوحة وحلوة وربي علمنا أنه نزرع خير ونحصد خير وننشر حياة مثل ما حضرتك قلت شكرا على وقتك عزيزي المشاهدين شكرا لمتابعتكم ونراكم بحلقة قادمة من برنامجكم الكرمة مباشر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وفي قطرة كل هموم ومدام احنا الأخزان سكتين في الكرمة يسوع بشهادة لكل الناس في النور للجموع كرمة 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 يلا بعدي ماوية نتشارك المسئولية ننخلي رسالك القربة وصل كل البشرية ترجمة نانسي قنقر